موسيقى 37 ضربة قاضية 5 هزائم امام 56 انتصارا توقفت مسيرة محمد علي الملاكم التاريخي عام 1981 حينها لم يتجاوز عمره التاسع توجى خلالها باللقب العالمي ثلاث مرات محمد علي هو صاحب اسرع واقوى لكمة في العالم حيث تعادل قوتها حوالي 1000 باون عندما كان الشاب كايسوس في الثامنة عشر من عمره احرز الميدالية الذهبية لوزن خفيف الثقيل في اولمبياد روما عام 60 مطلع ستينات تردد كايسوس سرا على الياج محمد قائد جماعة امة الاسلام وحضر دروسه الدينية وتعرف خلالها على الاسلام وفي عام 64 استطاع محمد علي اقصاء الملاكم سوني ليستون من عرش الملاكمة وبعد انتصاره اعلن اعتناق الاسلام عام 65 وتغيير اسمه الى اسم جديد وهو محمد علي فقط دون اسمه الاخير كلاي لانه كان اسم العبودية المطلق عليه وكان وراء تلك الحركة المفكر الاميركي مالكوم اكس والذي كان صديقا مقربا وحميما لمحمد علي في بداية عام 66 تأهل محمد علي للالتحاق بالقوات المسلحة الاميركية حينها كانت الولايات المتحدة في حالة حرب مع فيتنام رفض خدمة الجيش واعتبر نفسه معارضا للحرب وفي قمة انتصاراته في عالم الملاكمة عام 67 سحب لقب بطولة العالم منه بسبب رفضه الالتحاق بالخدمة العسكرية ومنع من مواصلة مشواره الرياضي قبل ان ينال حقه لاحقا بقرار من المحكمة العليا عاد محمد علي للملاكمة مرة اخرى عام 70 في مباراة وصفت بانها مباراة القرن ضد جو فريزر حيث لم تسجل هزيمة لاي منهما في اي مباراة من قبل وكانت وخسرها علي تفوق لاحقا مرتين على فريزر وفي عام 74 هزم محمد علي الملاكم فورمان في زائر ليستعيد بذلك عرش الملاكمة العالمية ما هو اسمي؟ في السادس من فبراير عام 67 وهو تاريخ المباراة الشهيرة بين محمد علي وخصمه الملاكم ايرني تيريل قبلها تعمد ايرني استفزاز محمد علي عندما اصر على ان ينادي عليه في كل المقابلات باسم كاسياس وليس محمد بعد اعلان اسلامه حتى ان ايرني قام بعمل اغنية سخرة فيها من محمد علي وظل ينطق اسمه في هذه الاغنية باسم كاسياس الخائف محمد اعتبر تصرفات خصمه بمثابة ايهانة له ولدينه لتوعده الاسطول الراحل بانه سيرغمه على نطق اسمه محمد علي داخل الحلبة ووجه له ضربات شريسة على غير عادته ومنها القاضية في الجولة الثالثة ويتوجه اليه ويصرخ في وجهه باعلى صوته قائلا هل تعلم ما هو اسمي الان؟ انا اسم محمد علي وانا فخور بهذا الاسم مرتضى العلوي العربية